اذا اقول لحضرتكو على سبيل المثال لما يعني في التقارير بتاع قناة العربية تتكلم على طول مباشرة كده ان جمهة النصرة اعلنت ان افضل حملة خيرية كانت هي الحملة الخيرية القطرية كانت افضل وسيلة لتمويل المقاتلين في سوريا في التقرير اللي كان اسمه مغامرات قطر مع جيرانها ده قناة العربية على طول بدأت تبث الكلام ده لما كنا بنقول ان الجماعات الارهابية اللي في سوريا كانوا بيقولوا لنا ده النظام ده بيخليكو انتو تمتلكوا بصلتكو وادواتكو ومهما طال الوقت ولو قليلا لازم تبقوا عارفين ان دايما طريق الحق هو اللي بيبقى صعب مش العكس ده يوضح لكم ان انتو كنتوا شايفين كويس ومشيين كويس مهم ان انا اقول لحضرتكو كمان بصراحة ان لما الاستاذ اسامة قال ان جنون الحرب هيقدي لمواقف مختلفة خلونا نبقى منتبهين كويس المشهد اللي بتعيشه قطر مع جيرانها الآن واللي مصر نبهت ليه في اكتر من موقف واكتر من مرة لانه الانسان ما بيتغيرش والسلوك الطفولي وافتقاط صفات رجل الدولة كمان ما بتتغيرش ده معناه ببساطة ان المشهد ده بالنسبة لنا احنا المصريين اللي مصطرتنا اسمها مكرم الاخلاق احنا هنشاهد هنتأمل وقدامنا كز ببين مرة يقولوا اتعرطوا اللي قرصنا ومرة يتضح ان هم قرصنوا نفسهم ويعترفوا وهم بيسحبوا صفرة من خمس دول وبيطلبوا بتغييرات المشهد ده كله لو له قيمة حقيقية في وجداننا احنا ظهير دولة 3-7 فهو ان احنا دولتنا قادرة تشوف عارفة امتى تتكلم اين تضع قدمها والاهم من ده كله هي دلوقتي واقفة على ارض صلبة بمواصفات شكلها ايه هل يا ترى ده كان بشكل او باخر له علاقة بتصريح السيد الرئيس لما قال ان الدول الراعية للارهاب والدول التي تجند والدول التي تمول هتدفع التمن هتدفع التمن تفاصيل مهمة لازم بين سطورها كل واحد مننا يقرأه والطريقته ترجمة نانسي قنقر